كتلة عابرة للطائفية هكذا يزعمون غير أن واقع التحالفات على الأرض يكذب هذه المزاعم فبغداد تشهد منذ أيام جهوداً إيرانية حثيثة من أجل إعادة ترتيب ما يعرف بالبيت الشيعي في العراق عبر ضغوط يمارسها فريق من الشخصيات الإيرانية على الفرقاء العراقيين لتشكيل تحالف أكبر يعيد الصيغة السياسية لطائفيتها المعهودة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق الفريق الإيراني يضم بحسب مصادر صحفية قائد فيلق القدس قاسم سليماني ومجتبى خامنئي النجل الأوسط للمرشد الإيراني علي خامنئي ورجل الدين الإيراني المقرب من حزب الدعوة محمود الشهرودي إضافة إلى السفير الإيراني في بغداد ومعاونه السياسي بالسفارة كريم رضائه بينما تتداول أنباء عن وصول محمد كوثراني مسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني إلى بغداد وفي سياق جهود الفريق أعلن عن انضمام كتلتين جديدتين للتحالف الذي أعلنته سابقا كتلة سائرون الممثلة لتحالفات التيار الصدري وكتلة الفتح الممثلة لميليشيات الحشد لتبقى ثلاث كتل شيعية فقط خارج تحالف الفتح سائرون وهي كتلة دولة القانون بزعامة نور المالكي وكتلة الحكمة بزعامة عمار الحكيم وكتلة النصر بزعامة حيدر العبادي وسط أنباء عن تهديدات إيرانية بتفكيك الكتلة التي تحجم عن الانضمام إلى التحالف الجديد ويبدو أن الكتلة السياسية أيقنت بتورط أغلبها بعمليات التزوير التي رافقت العملية الانتخابية ما ينسف العملية برمتها فاتجهت إلى التحالف فيما بينها وترضية المعترضين البارزين بمناصب في الحكومة المقبلة لتبدأ مرحلة جديدة من تمدد النفوذ الإيراني في العراق ويعاد إنتاج نسخة جديدة من العملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية التي لم تورث العراقيين غير الفساد والصراعات التي لا تنتهي ترجمة نانسي قنقر